حبايب طلاب السادس الاعداد الابطال طلاب الدورة الالكترونية رجعنا لكم محاضرة جديدة محاضرات اليونت الاول هاي المحاضرة يا طلاب احنا راح نخلص الدرس السادس هاي المحاضرة ان شاء الله راح نخلص الدرس السادس اللي هو موضوع يوزد 2 راح نشرحنا محاضرتين بيوزد 2 هذي المحاضرة الثالث انا قلت لك راح نسويك ثلاث محاضرات لهذا الموضوع لوالد الدرس أولا فلوح ننسوي محاضرة واحدة بس أو محاضرتين على يعني محاضرتين كلش كافية عليه هي بس لأنه شوية الموضوع يحتاج لتفاصيل ويحتاج الشرح بهواية فلازم نأخذه بشكل تفصيلي أكثر ولازم نضبط كل حركة موجودة به فاليونت الأول الدرس السادس ثابت بالوزاري علي أما درجتين يا أما ثلاث درجات يا أما أربع درجات يعني لازم نضبطها ثلاث محاضرات لازم تكون مضبطة المحاضرة الأولى شرحنا بها تركيب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبه لي هنا انا اريدك تركز وياي طبعا انا نسى هذا الحجر احكي لك يا يعني هو انت ماخذة كومين هذا الحجر احنا نسى انت كوم وما اخذة ما اخذة بالثالث وما اخذة بالرابع وما اخذة بالخامس بس را اعيد لك يا مرة ثانية يعني حتى لو انت ما عندك مثلا اساس قبل ومقاري ابد نهائيا يقول يا جماعة الخير تريد تضبطه وتفهمه صحه بشكل مضبوط لازم تمشي وراي خطوة بخطوة اول خطوة هاذا بالمقارنة شون اسوي مقارنة مع يوستو هسا احنا استخدمنا يوستو تركيب مالته عرفنا شون استخدمه مع المضالع البسيط والماضي البسيط شون حلي هسا مع المقارنة مقارنة مع يوستو حتى تفتهم السالفة كلها اول شغلة تحتاجها انه تقول له ياب احنا شلون نحول الصفة المن نحول الصفة الى مقارنة هذا طبعا هنا انا راح يجيك السؤال الثالث فرع سي لهو سؤال الاملاق سؤال الثالث يقول فرع سي ينطينا صفة وهاي الصفة يحولها الى صفة مقارنة المن يحولها الى صفة مقارنة ويفجع ينطينا صفة لخ النوب وهاي الصفة لازم احولها الى صفة مقارنة يعني الصفة العادية اللي احنا نستخدمها مثلا كلمة cold بارد كلمة big كبير مثلا كلمة small صغير beautiful جميل هاي صفات صفات عادية انا استخدمها لازم احولها الى مقارنة مثلا عندي كلمة big اريد احولها من كلمة كبير الى اكبر كلمة اكبر يعني الصفة انا صارت صفة مقارنة اقارن بها بين اشياء اثنين مثلا جميل اريد اقول اكثر جمالا يعني صفة اريد اقارن بها بين اثنين هاي الصفات تتحول من صفة عادية الى صفة شنوه مقارنة زين استاذ انا شون احولها من صفة عادية الى صفة مقارنة صراحة نجي نفهم السالفك عندك صفة عادية حتى تسويها مقارنة شا تسوي حط لها يا أما إي آر يا أما مور يعني أنا هاي الصفة اللي موجودة هنان عندي يا أما أجي أضيف لها إي آر أو صفة أضيف قبلها مور اتبهوا يا هاي يعني هاي الصفة العادية اللي أنا ينطينيها يا أما أضيف لها إي آر أو شنو هنا أنا أضيف قبلها مور أستاذ شلون هي شي أنا راح أقول لك شوق تضيف إي آر وشوق تضيف مور زيان هنا راح تجي التسليل تنسوي أستاذ شوقت الصفة تأخذ إي آر وشوقت تأخذ شنو تأخذ مور أنا راح أجي أشرح لك يا أبن المختصق يعني أكون مثلا مستمو دارسيين هوايا هي ما تستحق أصلا يعني يعني مو موضوع تقول مثلا يعني موضوع صعب حتى نجي ناخذ علي ملاحظات هوايا أصلا موضوع بسيط جدا يعني سهل لكل شوائر يابا حتى نحول حتى نحول الصفة المن حتى نحول الصفة إلى مقارنة نضيف لها لو إي آر لو شنو لو نضيف لها مور أستاذ شون أضيف شوقت أضيف إي آر وشوقت أضيف مور الطريقة الصاروخية تقول عندنا طريقة سريعة إذا تتكون الصفة من خمس أحرف أو أقل يعني خمس أحرف تتكون الصفة من كم حرف خمس أحرف أو أقل أو منتهية بواي هنا نضيف لها إي آر ش راح نضيف لها إي آر يعني الصفة بتكونة من خمس أحرف أحسب الأحرف واحد نين ثلاثة أربعة خمسة أو واحد ثلاثة أربعة أو واحد ثلاثة المهم خمس أحرف جوه راح نضيف للصفة إي آر او من تهي الصفحة لو 20 حرف بس بواي هم ياخذ ايار لان الواي ما يجيو اي مور من الاخير انا حتى نقول لك يا الواي دائما ياخذ ايار يعني اضافة ال ايار فيه اذا تتكون الصفحة من 5 احرف او اقل راح نضيف الها ايار وحسب الملاحظات التالية يعني ال ايار هم الها اضافة اهم الها ملاحظات العفو هسه انت قبل من شلي تجي نضيف اي ان جي سؤال شباب من شلي نضيف اي ان جي للفعل بكيفنا لا هم عندنا لازم خطوات نشتغل عليها انا خوما اجي اضيف اي ان جي بكيفي على مزاجي مثلا صفحة من تهي باي اضيف اي ان جي بدون محذفين اي ما يصير او مثلا من تهي مثلا بحرف صحيح قبل علة اضيف اي ان جي قول يا بخي وين لي معاوذ لا ما يصير لازم انا شو هنا لازم احافظ ملاحظات على اساس اضافة ال اي ان جي اي ار اس والى اخرى فاضافة السهلة ما اني علاقة باضافة اي ان جي شنوه ارد اضيف اي ار للصفة شارد اضيف ااني اضيف اي ار للصفة عندي خطوات للاضافة اول خطوة شو تقول اول ملاحظة تقول اذا تنتهي الصفة باي شراح نضيف اليه انضيف ار فقط اذا منتهي الصفة بي من منتهي الصفة باي شراح نضيف انضيف ار فقط شوفوا هنا انا الصفة بايش منتهي منتهي شنوه منتهي باي شضفنا اضفنا ار فقط نايس لطيف نايسر ألطف سيف آمن سيفر أأمن بيش منتهي منتهي بأف العفو منتهي بإيز ضفلالها ضفلالها إي آر أو ضفلالها آر فقط يعني ما أجي أضيف إي آر النوب مثلا عندك هاي الصفات هي بس هاي الصفات مشهورة نايس نايسر ضفلالها بس آر فقط سيف هاي ضفلالها شنوية ضفلالها بس آر فقط هاي الملاحظة رقم واحد الملاحظة رقم اثنين إذا تنتهي الصفة Bm تنتهي الصفة выб يعني الصفة منتهية شنو أبوال هاي الواي تقلبها المن إلى I ونضيف ER يعني مثلا سعدنا snowy freshwater هاولنا الواي المن إلى I وضفنا ER عندك happy سعيد happier أسعد هاولنا الواي المن إلى I وضفنا ER مثلا عندك هذة كلمة friendly friendly بئيش منتهية منتهية واضح؟ هاي الصفات لازم انا اعرفها وحافظها في مختصر الكلام اي صفة منتهية بواي نحول الواي الى اي وشو نضيف؟ نضيف اي ار يعني هاي اكثر طلابا حافظيها في الملاحظة من الثالث بس انت دائما حافظها حفظيها انا بالملزمة واضح؟ زين هس نجعل الملاحظة رقم ثلاثة شو تقول ملاحظة رقم ثلاثة؟ تقول اذا تنتهي الصفة بحرف صحيح بيش خليل خط جوا كلمة حرف صحيح اذا تنتهي الصفة بحرف صحيح وقبلها حرف علة هذا حرف العلة شرطي يكون واحد اوكي؟ مو اثنيا لا واحد اذا حرف صحيح وقبل علة واحد نضاعف الحرف الصحيح يعني نسوي حرفين ونضيف اي ار مثلا عندك سلم سلمر بيك بيجر هات هارر يعني اكثر من هالصفات تكون وسق صداي الصفات تعتبر الصفات يعني منتهي بحرف صحيح قبلها شد على واحد الي هو حرف ال اي نضاعف الصحيح نسوي ثنين ونضيف اي ار عندك With sisters بيجر بيش منتهي奶 تهي Doom قبلها شد على واحد نضاعف ونضيف E-R ضاعفنا الحرف الصحر وضيفنا E-R هات باش منتهية T قبلها شنوى حرف علة ضاعفنا حرف T وضيفنا شنوى E-R طبعا هالمرة اذا اشرح كانت طالبي قوستاب اسوم نضيف لها E-R اسوم ما تنضافه مو صفة فعل اسوم هي شنوى هي فعل اذا اردى اضيف لها E-R راح تصير اسم يربالك اسوم اذا اردى اضيف لها الفعل لان اضيف لها E-R يصير اسم مو مثل الصفة اضفت لها E-R يصير مقارنة فرق دير بالك افتهمني مثلا اذا اضيف لها E-R يلعب اذا اضفت لها E-R يصير player لاعب هذي اضافة لها E-R للفعل تحول الى اسم هنا لا اهنانا تحويل الصفة الى مقارنة يعني الصفة اذا اضيف لها E-R يصير مقارنة بس الفعل اذا اضيف لها E-R يصير شنوى يصير عندك اسم تبه يعني swim ذنى ما لها قبل بالصفة ذنى افعال هذي نانا عندي هات هاتر منتهية بحرف الصحيح وقبل علا واحد نضاعف نضيف E-R بس هنا اشي يقول يقول دير بالك يا مزقوع انتبه اذا عدنا حرفين علا قبل الصحيح ما نضاعف شكم حرف هذي نانا حرفين بس نضيف E-R اوكي نانا شكم حرف حرفين بس نضيف E-R اذا حرفين علا قبل حرف الصحيح ما نضاعف اوكي استاذ زين هاي ملاحظات ادى هذا انت رح تضيف E-R بعد مثلا انطيك كلمة مثلا انطيك كلمة على سبيل المثال هاي الصفة منتهية بحرف E ما تنطبق عليها الملاحظة رقم واحد منتهية بحرف Y لا ما تنطبق عليها الملاحظة رقم واحد منتهية بحرف صحيح وقبلها علا هم لا ما تنطبق عليها الملاحظة رقم شغيل رقم ثلاثة ما منتهية بكل شي يعني يعني ما تعتبر من ضمن الملاحظات فمباشرة نضيف لها E-R اوكي شو نضيف لها نضيف الهائيار مباشرة لأنه هاي من الصفات مثلا عندك صفة cold منتهي بحرف صحيح وقبل حرف علا لا منتهي بحرف الواي لا منتهي بحرف الاي لا هاي قبل نضيف اله شنوى نضيف الهائيار واضح يا طلاب هاي الملاحظات عندك كلش مهمة زيان إذا تتكون الصفة من ست أحرف أو أكثر يعني مو خمس أحرف يعني ش كم حرف؟ يعني ست أحرف أو أكثر ستة أو أكثر إذا شالت الصفة تتكون من ست أحرف أو أكثر هنا أنا ش راح نضيف قبلها راح نضيف قبلها مور وفضت راحات أي صفة تتكون من خمس عفوا من ست أحرف أو أكثر نضيف هنا أنا قبلها مور اخيها هاي لازم تعرف هاي الملاحظة شركوا الصفة منتهي بحرف بست أحرف أكثر نضيف شنوى نضيف هنا مور أوكي مثلا عندك كلمة يوسفل يصير مور يوسفل ليش يوسفل منتهي ستة أحرف ستصير مور يوسفل بورينغ ست أحرف واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستصير مور بورينغ بيوتفل أكثر من ست أحرف شتصير مور بيوتفل أوكي رائع أو جميل هذ هي هذه الإضافات موالتنا لازم نعرف حتى قبل نطبل شوال خليجي نفتهم هنا عديش كم إضافة اثنين اللي هي يا أما إي آر يا أما مور الإي آر نضيفها إلى خمس أحرف أقل المور نضيفها إلى ستة أحرف أكثر الإي آر بيها قواعد يعني ممكن كيفي أضيف إي آر لا لازم أنتبه أركز منتهي بحرف الإي أضيف آر فقط منتهي بحرف الواي أحول إلى آي وأضيف إي آر منتهي بحرف الصحي قبل علة هنا شو راح أسوي لازم أحول الواي إلى آي لا لا أضاعف الحرف الصحي وأضيف إي آر إذا عداده أنا نضيف آي نضيف إي آر فقط يعني بعد ما عندنا ملاحظات زيئة إذا كانت استاذ منتهي بحرف أكثر هنا راح نضيف قبل هامور بس انت هنا شنوى انت هنا عندك شواض ش عندك هنا عندك هنا شواض بس لسوء الحظ هنا هم أكو شواض ما تأخذ لايار ولا أمور تذكروا للأفعال أكو أفعال ما تأخذ إيدي لازم أحفظها أنا شواض هذي زيئة لعل استاذ شنسوي لهن تحفظهن حفظ يا واردة استاذ وهذه الصفات هي شنية أنا راح أقول لك شنية عندك الصفات good well هذين الصفات الثلاثين معناها جيد يعني راح تحولهن إلى بتر شو تحولهن إلى بتر عندك بالكتاب صفة well trained مدرب جيدا well trained هاي من أجي أحولها إلى مقارنة راح أصير better trained شو راح أصير راح أصير better trained يربالك مو تروح تقول more لأنه أكثر من ستاحرف لا هذا مو فعل هذا عندي هنا العفو مو صفة عندي الصفة هي well هاي الwell أحولها إلى بتر فقط والtrained تنزل نفس ما هي صارت عندي better trained هاي بالكتاب عدي موجودة زين but صير عندي worse مو تروح تضيفي الباد متاخذ يار عندك الفار بعيد صير farther شو صير صير عندي فاردر much وماني ذني الاثنيان بالمقارنة من أحولها إلى صفة مقارنة راح أصير عندي more شو صير عندي more وعندك little شو صير صير less هذي يعني هذني مو مهمات انت أهم شو عندك الgood والwell هذني كلش مهمات يعني لازم تعرفون الgood والwell هن شوى لازم آني أحفظون good well better much money more much many more little less far farther fast 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 bad worse شو صير bad صير عندي worse واضح يا طلاب زين زين شنو صيغة بالامتحان الوزاري طبعا أنا التمارين مخليهن شو اسمه الأمثلة يعني محلولات فأنا شرح سأسو راح أمسح الحل وأجي أحلل مرة ثانية قدامكم بينما شو راح نوقفوا الكاميرا أنا شرح سأسوي بس راح أحذف الحل حتى شنو حتى نحلل قدامكم بس راح نجي نعرف شنو هي صيغتهم بالامتحان الوزاري صيغتهم بالوزاري شلون يجون مو تدلل تعال ناخذ الوزاريات هاي الوزاريات اللي جاية على هذا الموضوع طبعا هو الوزاريات أنت من يحتاج تقراهم بس حتى تعرف صيغتهم بشون تجي أنت تحفظ ملاحظات يعني أنا ما أحفظ نقاط أنا ما راح أحفظ نقطة فلان نقطة تجيها القد أو هي شي شي بالوزاري لا أنا راح أحفظ الملاحظات وعلى أساس أبدي أطبق الخطوات العفو الأمثلة ذا جتني عندي نقطة النقطة الأولى سمول ، أو سمولر شون حول ليها؟ حول ليها من سمول لسمولر لا تفتهمني؟ يعني ضع لها ER يعني حول لها من صفة عادية إلى مقارنة إلى صفة شنوة؟ صفة مقارنة زيان اكسبانسف شصيير؟ راح نجع عليها اكسبانسف سهلا اي اصطار يوم تاهيئة بE نضيف لها AR وفضت راح أتخلصها هي كل شي إنتها ونحل صحيح؟ أما صارنا ساعة نحجي نقول صفات أكثر من ستة حرف من ستة وفوق ضيف مور إذن هاي الصفة ما يصير تضيف الأيار هاي تأخذ مور فصير مور إكسبنسف صير مور إكسبنسف أوكي؟ ليش؟ لأنه ستة وفوق نضيف لها مور زيان فاست فاستر نضيف إي آر سيف ش تصير بيش منتهية؟ منتهية بإي وإحنا نعرف والإي نضيف لها آر فقط يعني هي أربعة حرف يعني تأخذ أمو الإي آر هاي بيك بيجر نضيف لها إي آر يعني صفات عادية حولها صفات مقارنة دينجرس تصير تصير مور دينجرس مور دينجرس تصير زيان كولد كولدر فاست ش تصير؟ نحن نجي هنا على كلمة فاست هاي أربعة حرف يعني إي آر فتأخذ شنو تأخذ إي آر؟ ما تطبق علي ملاحظات أو القواعد إضافة إي آر؟ ليش يعني القواعد عفوة الملاحظات مال إي آر؟ ليش؟ لأنه هي أصلا تي قبلها أس يعني صحيح بصحيح؟ أصلا تصير صحيح بصحيح نجي نشوف كلمة فايلانت واحد، ثانية، ثلاثة، أربعة، أربعة، أس ستة، أسعبها إذن هنا عنا شو نصير عدنا صير عدنا مور فيولنت زين فاست فاستر ايزي شو صير فاست فاستر اضافوا الار ايزي شو صير نصير عدنا ايزي ار منتهيب وي نحول الواي الى ونضيف اي ار صعب وي لا أستغف زين فاست فاستر جود شو صير نجي على كلمة جود سهلة سهلة شو بدوقنا انت يلا نضيف الهيار وفضت راحت ايش سوات انت مهمها ساكيد يعني دهر صعب كده صدق يربع لك لك بوية انتبه شوية شغل العقلك شادة هذي اخي هاي مصير جود مصير يار هيصير باتر اوكي يعني شادة لازم احفظها من حولها لا مقارنة مصير مصير قدر يعني ما اضيف الهيار ولا مور لا هايش يصير يصير عندك برر ليش؟ لانه هذي تعتبر صفة شادة لازم اني احفظها هذي ايش يعني هذي هي اضافة الهيار والمور تحويل الصفة من من عادية الى مقارنة زين بعد ما عرفنا شلون نحول الصفة الى صفة مقارنة هسه راح نتعلم شلون نسوي جملة مقارنة يعني أنا عرفت أحول صفحة عادية إلى مقارنة زين الشور رح أحول الجملة العادية إلى مقارنة جملة كاملة أحولها علما إلى مقارنة شوف يا ورده عندنا طريقتين بالوزارة هو يحدد الطريقة يعني مو كيفك تجاوب لو ذان لو آز آز مش كم قاعدة عندنا هنا عندنا قاعدتين لو نستخدم قاعدة الآز آز لو نستخدم قاعدة الثان لو نستخدم قاعدة الآز آز لوش نستخدم؟ نستخدم قاعدة الذان حلو الكلام؟ حلو الكلام احنا هسا ش راح نسوي؟ هذاني موجوداتي ملزمة؟ هاني ش راح أسوي هسي؟ راح أجف الصخلك ياهم على الصبورة واضح يا طلاب؟ فخليكوا يا شوية قراءهم قراء الملاحظات دولة اللي أخلتهم اللي هي مان إضافة اليار قراءهم قبل لنطب احنا آنوا ياك هسا بالآزعز والذان قراءهم إضافة اليار والمر يعني راح نحتاجهم هسا واضح؟ عرفنا شلون قلنا نحول الصفة العادية لمقارنة هسا شلون أسوي جملة مقارنة مع يوستو وذلك باستخدام الذان أو قاعدة الآزعز يعني هو بالوزاري ويحدد لو أستخدم قاعدة الذان لو أستخدم قاعدة الآزعز خليكوا ياي بعض تشغيل بعض ثانيتين طلاب هسا راح نيجي على اليمن نيجي على الآزعز والذان قاعدتهم في الآزعز مو مهم أكلش بالوزاري يعني هذا الموضوع الشرحه بس مو كلش مهم بالوزاري لكن أنت سواء كان مو مهم سواء كان مهم لازم تقرأ يعني أكو طلاب مثلا يعني إيش أقول لك هيتشي إذا كو طلاب يرحوا للوزاريات هذا الموضوع ما يلقونه فقوموا أقول لك صاد يا الله أخي يبقى لي عفو هذا لا تشرح عنها هذا مو مهم مدام ما جاء بالوزاري فلا تشرحها ما يصير يعني أنت لازم كل شي تقرأ حتى الشي اللي اللي ما يجي بالوزاري لازم تقرأ لأنه ما تعرف أنت بالوزاري شنو اللي راح يقرر أبو الوزاري ممكن أنت يقول لك هذا الشي موجود عندك بالكتاب خلاص أنا ما دعا موجود بالكتاب أنا أجيب لك ياه أنت موجبر تقرأ أوكي هنا أنا مو مخير أنا مسير لازم تقرأ كل شي شوك شي موجود بالكتاب لازم أقرأ فإحنا نجي على قاعدة الآز قاعدة الذان شوان أشتغل اليوز تو أو المقارن باستخدام اليوز تو مع الذان وشوان أشتغلها معامن مع الآز طبعا مع الذان عندي قاعدة هاي القاعدة لازم أنا أحفظها بالامتحان ينطيق فقط اللي آني كاتب لك يا بالأبيض حسنا نجي على قاعدة الذان ينطيق فقط شنوي اللي آني كاتب لك يا بالأبيض ويقول لك وياها نستخدم قاعدة الذان شو ينطيق؟ ينطيق اللي آني كاتب لك ياها بالأبيض هذا البلأسويد الحجي كل الدرخة بالأخير يعني قاعدة عبارة عن درخ بدرخ لا واحد يقول لك والله تفتهمها وتعب نفسك أوكي يفهم على العين ورأس بس فيها قاعدة لازم أحفوظه أكو واحد مفتهم بس ما يعرف يجاوبه لازم أنا أكون حافظ الأركان مالتها أستاذ شون يعني أنا راح أجسق لك شون؟ باوعو ياهاي عندك أنت يجيب لك جملة هاي جملة ش منطيق؟ منطيق اسم ومنطيق صفة منطيق شنوي؟ منطيق اسم ومنطيق صفة وقالي لك استخدم قاعدة الذان راح أطبق لك هذا الحجي على هاي القاعدة أوكي؟ أوكي أستاذ شوف أول شغلة تنزلها هي الاسم يعني سموتاك هو اسم تنزل اسم ورا الاسم شارط يا طلاب نخلي لو از لو ار أسا منطيق اسم هو؟ انت نزلت للاسم وراها شو تخلي لو از لو ار مثلا نطيق كلمة فيلمز فيلمز جمع لازم يخلي وراها ار نطيق كلمة سكول مدرسة خلي وراها از يطيق جمع تخلي وراها ار يطيق مفرد تخلي وراها از الجمع اللي منتهي بس والمفرد اللي بعمل منتهي بس يعني مثلا كلمة سكول منتهي بس هاي جمع كلمة ادوكيشن منتهي بس معناها مفرد حتى تعرفوا المفرد شو وقت استخدم الاس شو وقت استخدم الار الاس استخدمها شو وقت لما يكون مفرد الار شو وقت استخدمها لما يكون عندي جمع واضح؟ زيان وراها مباشرة استخدم صفة مقارنة يعني الصفة اللي منطينيها هو احولها الى مقارنة وذلك باضافة يا اما اي ار يا اما مور يا اما تتحول الى شو عذا انا حافظها لازم نفسها تتذكر قبل شوية اللي اخذناها نفس الخطوات يعني احول من صفة عادية الى صفة مقارنة احول من صفة عادية الى صفة مقارنة وراها مباشرة استخدم ناودان انا حافظها واخلي لو ات لو ذي ات اذا استخدمت اس خلي شنوه خلي ات اذا استخدمت ار خلي ذي يعني جمع راح يصير لدك هنا انا ده تفتهمني واخر شي تقفل القاعدة مالتك بيوزد تو بي هيحفظ ما افتهمت تعال خلنا اخذ السؤال اياك امثلة باوعوا اياي اهن انا تعال انتبه الى هنا انا شي يقول يقول سكولز سمول يوزد يوزد ذان استخدم قاعدة ذان هذا اللي يمنطيك اهنا اسم هايا سمول هي الصفة انا قلت لك يطيك اسم وصفة فقط الباقي كلها عليك اتكتب واحد خلاص تلازم حافظوا قاعدة اول شي انا اجي انزل الاسم اللي هو من هو اللي هو سكولز هايا سكولز نزلناها بعدها اسم جمع ياخذ ما ياخذ اس فنزل وراها الار هاي الصفة احولها الى مقارنة اسمول من احولها الى مقارنة تاخذ اي ار فصير اسمولر شصير عندك صير عندك اسمولر بعدها انا حافظ وراها مباشرة ننزل ناو ذان اكو مدرسين ما يكتب لك ناو عادي ما اكو مشكلة يعني خاف مثلا يشوف انت فد ملزمة فد مصدر ثاني ما بيها ناو عادي ما اكو مشكلة اناو مو مهمة داخلينا هدا ما خليناها عادي ما عندك مشكلة بيها اوكي احسان اخليها لانه يعني من ضمن المنهج اسمولر ناو ذان اتلو ذي انا استخدمت ار فراح اخلي هنا انا شنو رح اخلي هنا انا ذاين لانه جمعت انا احشى على جمعنا وراها اقفل قاعدة بمن يوزد تو بي هسا هاي جمعنا مو وزارية هايا جاية وزاري وهي هايا الوحيدة اللي جايب الوزارة على قاعدة الذان الوحيدة اللي جايبها به هاي الصيغة هي على قاعدة الذان قائل ادوكيشن تعليم جيد كومبير قارن بين التعليم الان او اليوم with 15 years ago مع التعليم قبل 50 سنة يعني قارن مع التعليم قبل 50 سنة استخدم قاعدة الذان طبعاً أنا ما مكمل هنا رح يقول لك استخدم قاعدة الذان اوكي أنا ما مكمل لك يا هنانا يعني هي يقول لي استخدم قاعدة الذان فأنا أجي هنا طلاب مباشرة مما أن يقولوا استخدم قاعدة الذان رح أقول لي الإسم بالبداية اللي هو الـ education بعدها الـ education خلي وراء is low R لا أستاذ إز ممتاز ليش لأنه مفرد وراءها الصفة نحولها إلى مقارنة نحن الصفة لو نضيف لها ER لو نضيف قبلها أمور حسب شنو حسب عدد الكلمات او عدد الاحروف زيان انا عنده good هنا انا good شاد لا تاخذ er ولا تاخذ more لازم انا يحافظها اوكي لازم شنو انا انا يحافظها بعدها خلي now وقلت لك هاي عادي تخليها واتخلي معك مشكلة بعد هذان وراها low it low they حسب اللي انا استخدمت مفرد لو جمع is يعني مفرد يعني اخلي هنا انا it واخر شي اقفل القاعدة multi used to be وينتهي عدنا الحل هذي قاعدة من هو قاعدة الذان زيان عسا نجي على قاعدة الاز از طبعا طلاب قاعدة الاز از از هنا يعني سهلة جدا قلت لك يتحفظ قاعدة يعني لاك ترى اولا يطيك اسم ويطيك صفة انت هنا انا خلص باقي كله تحفظه انا اجي دائما انزل خطوة اولا شنزل انزل الاسم بعدها اخلي low isn't low aren't طبعا بمناسبة انا بمزمة اذا تباوه حسب خليك خطوات حل كاملة يعني مو قاعدة بس قاعدة جوها خطوات حل شارح لك ياها صوتيا قاعدة لك هيج 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 بس انا الحاج نفسها دا اشرح لك ياهنانا نخلي وراها لو isn't low aren't دير وقالك طلاب قاعدة الآز آز لازم تكون من فيه قاعدة الآز آز شبيهة هاية تكون لازم شنوة لازم تكون من فيه لازم شبيهة الآز آز من فيه حلو زين وإزنت آرينت وراها اخلي آز وهنانا آز وبياناتهم اخلي الصفة المجردة شي خلي بياناتهم اخلي بياناتهم صفة مجردة وينتهي عندي الحال ينتهي عندي الحال الباقي نفسه اللي نشتخدمها بالذان شنخلي خلي ات ونخلي ذاي وحدة من يومهم ويوستو بي استاذ يعني باقي نفسه نفسه هو خلص بس يعني الفرق بين الذان والآز آز انه هناك مثبت هاي هنا شنوة هاي هنا من فيه بس هو الفرق الوحيد لبياناتهم وهنا لازم الصفة ايش تكون الصفة تكون مجردة يعني انا ما عندي صفة ماضي فيها لا اي آر ولا مور لازم الصفة تبقى نفس ما هي هس مثلا اجعل هاي الجملة دوكتورز تنزل دوكتورز دوكتورز مفرد له جمع لا استاذ جمع اذا انت اخذ آرينت يا استاذ آرينت عندنا آز آز قاعدة آز آز فلازم أنفي بعدها اخلي هنانا آز وخلي هنانا آز شي اكتب بناتهم اكتب بناتهم الصفة والصفة لازم تكون مجردة بدون اي اضافة ما اضيف لها اي شيء اوكي تبقى مجردة وكما هي بعدها اخلي لو اتلو ذي انا هنانا جمع راح اخلي شنوة راح اخلي ذي دوكتورز جمع يوزد تو بي وينتهي عندنا الحل زين لايف سلو آز آز يا قاعدة استخدم استخدم قاعدة الآز آز زين طلاب اهنانا من نجي نستخدم قاعدة الآز آز نجي اول شي نزل اسم اللي هو من هو اللي هو لايف بعدها لايف مفرد تاخذ ما يحتاج الترجم لايف معناه حياة يعني حياة واضح لايف از انت آز آز الصفة تنزل تجي تقعد هنا نفس ما هي سلو بعدها اكتب لو اتلو ذي هنا مفرد اكتب ات واخر شي اخلي يوزد تو بي وينتهي عند الحال هذه قاعدة الآز آز قاعدة الذان يعني تطبيق مباشر حفظ قاعدة ادرخها وانتهي كل شيء واضح يا طلاب زين هسه راح نجي علي من راح نجي هسه على الملزم ومالتنا تعالوا ياه اهنانة شو تقول ياه بالملزم اه تقول اول شي قاعدة الذان انا شارح لك ياه باواح سمنطي قاعدة هنانة قاعدة نفس امنطيك ياه وجاي شارح لك ياه استاذ هاي مو قاعدة حرب عالمية ثالثة مو تتدلل هسه نفعصها فعص هذي بالوزارة ينطي الاسم والصفة فقط والباقي عليك انت تنزل الاسم تحط اس اذا الاسم مفرد وار اذا الاسم نجمع قلت لك مشروحة كاملة يعني يعني اذا الاسم ينتهي باس نحط لار واذا ما ينتهي باس نحط وراء از نحول الصفة المجردة لامقارنة حسب خطواتنا ماليار ولمور ننزق من جيب نعناه وذان نخلي اذا خليني از ونخلي ذي اذا خليني ار يعني شارح لك ياه نفس ما هي موجودة اوكي هاي الامثلمات قدامك منطيك اكثر من مثال وعندك هنا الاز از ايضا نفس الشرح هم منطيك القاعدة بس هناش منطيك منطيك الخطوات ما الحل هنا هم موجودة عندك امثلة زيان اكبع الصفحة طلاب لازم نطلحها محمد باع الصفحة هاي الصفحة ما راح تطلعدنها هم راح تعصى ادي اريد صفحة صفحة هاين انت شميك خابرك عليك تعبت متت اي مالك لو ايلي 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 السيارة خلصت احنا ماريد طلاب بعدين خلص شرح طلاب هسا رجعنا عليما نكمل الحلقة مالتنا والمحاضرة مالتنا لان هاي الشاشة شوية حمت فرجعنا بردناها ورجعنا على الحلقة كمناها طلاب هنانا شو اللي صار عندك الته هسا عرفتنا قاعدة الزدان وقاعدة الازاز هذا الموضوع مرات شون يجيك يجيك اختيارات اختار بين الصفة مجردة واختار صفة مقارنة شون اختار بين الصفة المجردة وصفة المقارنة هسا رح نيجي نعرف تقول اذا عندك ذان تبه لي اذا عندك شنوة عندك ذان باور ش رح تختار رح تختار صفة مقارنة يعني يا رأمور اذا عدكم از از بالجملة فنحن اختار صفة مجردة اوكي اذا عندك ذان تختار تختار مقارنة إذا عندك آز آز تختار تختار صفة مجردة هسا راح نجي نشوف وشوف Life isn't as As it used to be Easy لو easier ما يصير تختار هنا طلابي easier ليش لإذا عندك آز آز لازم صفة تكون مجردة فنختار easy هنا واضح ليش لأنه عندي آز آز فنختار صفة مجردة Doctors are better لو good train than they used to be عندي هنا أنا than والthan لازم تختار صفة مقارنة فالصفة مقارنة هي مني better واضح زين Life is fast low faster now than عندي than فأختار شنو فاستر صفة مقارنة families are not as as big لو bigger اختار big ليش لأنه صفة مجردة لازم تكون يعني هنا قاعدة الآز آز تقول يقول يابا اختار صفة مجردة مع الآز آز So tweets are dangerous low more dangerous than they used to be ش عندي هنا أنا عندي than فأختار شنو أختار more dangerous لأن صفة مقارنة صفة ليش مدينجرس حبيبي عدي than لازم اختار ياها صفة شنو صفة مقارنة أوكي يا طلاب لازم ش نختار ياها نختار صفة مقارنة زيب هذه هي حلقة اليوز تو أو المقارنة مع يوز تو أخذنا بالبداية قلنا شلون نحول صفة إلى مقارنة بعدين شون نسوي جملة مقارنة وذلك باستخدام الآز آز والذان وهس عرفنا شون يجينا صيغة السؤال ممكن عليها صيغة السؤال ممكن يجينا جملة مطلب ويجينا اختيارات هو بالوزارة كتر شي يجي اختيارات شوفها سدق قدامك هاي 6 مرات جاي وزاري اختيارات يعني بس مجرد تختار الأصفة مجرد الأصفة مقارنة واضح شون اختار حسب الموجود حسب القاعدة أصلا هي يعني بس أنا اختصر لك هنا امطيك هاي الملاحظات عليها اختصر لك هاي الملاحظات اي اذا عندك صفة مجردة العفو آز آز مجرد اذا عندك ذال مقارنة هذا هو انتهي عندك الدرس السادس اللي هنا اكو شي بي صعب يعني حرفيا سهل جدا ما عندنا اي فكرة بي صعبة كل اللي اخذناها انه هو بالدرس السادس كان سهل بسيط حرفيا كل سهل واضح يا طلاب هس بعد ما خلصنا الدرس السادس نختم هاي الحلقة وان شاء الله رح يكون عندنا فقط درسين متبقيات بهذا اليونت اللي هو الدرس السابع والدرس العاشر الدرس السابع رح اخذلك ويا الانشاء والدرس العاشر رح يكون قطعة مصطفى باللطيف ونختم اليونت الاول باذن الله وما نخلي اي مجال اي حرف ناقص بهذا اليونت فكل المحاضرات لازم تشوفها حتى تضبط الوحدة الاولى اللي هنا خلصت الدرس السادس ولناقصت حلقتنا اليوم شوفكم ان شاء الله بخير بمحاضرات اخرى وفي امان الله